بدأ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مفاوضات علاقتهم التجارية والأمنية المستقبلية في مطلع مارس من العام الحالي قبل أن تتوقف بسبب وباء كورونا وفي الثاني عشر من يونيو 2020 أعلنت لندن رسمياً رفضها تمديد الفترة الانتقالية بعد انتهاء المهلة المحددة آخر هذا العام وبعد حوالي ثلاثة أشهر انطلاق مفاوضات جديدة بين لندن وبروكسل بعد اعتراف لندن بالتراجع عن بعض الالتزامات التي تعهدت بها في اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية بعد يومين تم عقد اجتماع طارئ في لندن بين الحكومة البريطانية ومفوض أوروبي وكان الاتحاد الأوروبي يرغب في الحصول على توضيحة بشأن نوايا المملكة المتحدة عقب أكثر من شهرين استؤنفت المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول الاتفاق التجاري في محاولة أخيرة للوصول إلى الاتفاق المرتقب مع بدء العد التنازلي لانتهاء علاقتهم الحالية